اشتركوا في القناة علشان هو عنده يعني ولد بقى زكورية وشهوانية وإحنا في الشرق الأوسط يعني لا نحترم حقوق المرأة ولو سافر أوروبا مش هيقدر يعمل كده الرغم أن هم يعني هناك ما شاء الله ولا البنت اللي غلطانة علشان هي خرجت من بيتها بلبس مسير ويستفز الرجال مش دي المشكلة الوحيدة اللي كانت موجودة في حققة الأمر مشكلة أخرى كانت كبيرة جدا في إحدى محافظات مصر الزوج اتفق مع حد يروح بيته وهو مش موجود علشان يعمل فضيحة جنسية لزوجته علشان يطلقها وفي الحقيقة كانت يعني قضية يعني تصيب الضمير الإنساني بألم جديد وللأسف الزوجة ماتت وقتلت في هذه الحادثة وقبلها يعني في بعض الحالات زوجة اتفقت مع عشائها أنه هي تتخلص من زوجها وهذه المشاكل الاجتماعية الخطيرة الإخوة اللي بيكلوا حقوق بعضهم الصراعات على الزملاء في العمل على المناصب على الأماكن الحقد والحسد الأعمال والسحر والدجل كل هذه المشاكل الاجتماعية ما سببها يعني الناس بتقعد تتكلم في أسباب وفي الحقيقة هي ليست أسباب هي أعراض لمرض خطير جدا قاتل اجتماعيا يعني إذا كانت مشكلة التحرش إذا كان رجل ينظر لمرأة بشهوة إذا كانت امرأة لا تلتزم بزيها الشرعي كل هذه أعراض وليست أمراض دي بتقول لنا أن فيه مرض خطير في المجتمع يستشري وهذا المرض يسمى في الإسلام ضعف الإيمان كلما ضعف الإيمان كلما انتكس الإنسان قاعدة أساسية يعني مثلا من الأمثلة القرآنية العميقة جدا في هذا الأمر قصة غزوة بدر وبعد نهاية الغزوة وخلاف الصحابة على الغنائي تخيل الصحابة دولة مين الصحابة دولة المهاجرين والأنصار مين هم المهاجرين؟ المهاجرين دولة اللي خرجوا من مكة إلى المدينة من ترك بيته وماله وزوجته وأولاده ويقترى كل شيء فرارا بدينه ومن أجل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومين هم الأنصار؟ الأنصار دولة اللي هم استقبلوا المهاجرين واللي كان عنده بيت أسم نصين واللي كان عنده مال أسم نصفين واللي كان عنده أرض تجارة يعني هم اللي استوعبوا المهاجرين الفقراء وربنا قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا يعني الإثار ده لما أنا أكون محتاج حاجة محتاجها جدا وأخي في الله يحتاجها فأعطيها له إثارا له على نفسي طيب إيه المشكلة اللي حصلت المشكلة بعد غزوة بدر وفر المشركون تركوا خلفهم بعض المتاع اللي ترك درع واللي ترك سيف واللي ترك حصان واللي ترك جمل فهذه بيسموها غنائم حرب المتاع فاختلف الناس على الغنائم ومشهد عجيب جدا يعني مين اللي بيختلف أهل بدر الذين اطلع الله على قلوبهم وقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم اختلفون على ماذا على الدنيا التي تركوها أصلا يعني هم ضحوا بكل شيء سيدنا صهيب الرومي كان حدادا ماهرا صانعا ماهرا فسيده قال له خلاص أنا أعطيكك في مقابل أنت تكون شريك لي في العمل وبدأ سيدنا صهيب يجمع ثروة ضخمة من المال وهو خارج من مكة وأفوله وقال له أتيتنا صعلوقا أنت جتنا فقير عبد لا تملك شيء ودلوقتي عاوز تخرج بكل فلوسك قال لهم لو يعني دليتكم على مكان المال تتركوني قالوا نعم فقال لهم خلاص رح خدوا المال وتركوني أهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا إنسان في قلبي حب للدنيا فتخيل بأ الخطاب القرآن لما حللنا المشكلة دي قال إيه قال تعالى في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال الغنائم قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ووفرة ورزق واجر كريم تخيل مشكلة الغنائم ربنا ألها في إيه في كلمتين يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الأمر انتهى بعد كده فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يبقى هنا القضية ليست قضية غنائم إن نحن نختلف ده اسمه عرض وليس مرض طيب سبب الاختلاف إيه قد تكون مشكلة متعلقة بالإيمان بالله عز وجل ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقون يبقى هذا خطاب موجه للمؤمنين إن الإنسان المؤمن هو الذي سيجتمع مع أخيه المؤمن هو الذي سيقاوم المعصية هذا الإيمان يزيد وينقص يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار فالإنسان الذي يريد أن يتعرف على مشاكل هذا المجتمع لابد أن يدرك أنها مشكلة إيمان بالله لو هذا الشاب الذي خرج إلى الشارع ورأى كل مغريات الدنيا وهو يعلم أن هناك حساب في يوم اسم اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وهذا اليوم له كثير من المفردات البعث والنشور والحشر الكتاب الحساب الصراط الميزان الجنة النار الشمس التي تد من الرؤوس لو هذا الإيمان مستقر في قلبه هل كان يجر على أن يفعل هذه الفحشة أو هذه المعصية أو أن يتحرش بفتاة هذه الفتاة التي خرجت من بيتها متبرجة متزينة لو استقر الإيمان في قلبها باليوم الآخر بالحساب لو استقر الإيمان في قلبها بالملائكة بمنكر ونكير بسؤال القبر هل من الممكن أن تضعف أمام شهوات هذه الحياة لا يمكن أبدا الإنسان مشكلته في ضعف الإيمان ضعف الإيمان قاتل للإنسان ضعف الإيمان يجعل القلب يمتلئ بالأمراض فالإنسان لا بد أن يدرك أن مشكلة هذا المجتمع مشكلة إيمانية دينية وليست مشكلة قوانين هذه الأمراض بدأت مع قلة الإيمان قرأت في الحقيقة كلام للشيخ محمد عبده كلام عجيب جدا وليت نحفظه ونستوعبه قال إن أهل مصر قوم أذكياء يصف أهل مصر فيقول إن أهل مصر قوم أذكياء يغلب عليهم لين الطباع واشتداد القابلية للتأثر المصريين دولة ناس عقلهم ذكي يمكن الرجل تعرف على كثير من بلاد العالم وبالفعل الشعب المصري شعب ذكي عموم الناس الرجل اللي بيبيع في السوق البصمج اللي وعرفش يقرأ ويكتب عقله شغاله وبيفكر كويس فمن الشعوب الذكية يغلب عليهم لين الطباع ناس سهلة جميلة بتحب يعني الضحك وليس يعني من الشعوب المعقدة يغلب عليهم لين الطباع واشتداد القابلية للتأثر إلا أنهم فهموا القاعدة الطبيعية التي تقول إن البذرة لا تنبت في أرض يعني لو جبت بذرة وزرعتها في أرض هذه البذرة لن تنبت إلا إذا كان مزاج البذرة مما يتغذى على عناصر التربة يعني مش كل بذرة تنفع تتزرع في أي أرض في زراعة بنزراعة في أرض طينية ما ينفعش نزراعة في أرض رملية وفي حاجة نزراعة في أرض رملية ما ينفعش نزراعة في أرض طينية وأرض صخرية وهكذا فلو البذرة ديت ما ينفعش تتغذى على عناصر التربة ديت إلا هيحصل فألك إلا أنهم فهموا القاعدة الطبيعية التي تقول إن البذرة لا تنبت في أرض إلا إذا كان مذاج البذرة البذرة مما يتغذى على عناصر التربة وإلا ماتت البذرة لا عيب على البذرة وجودتها ولا على التربة وخصوبتها ولكن العيب على الباذر العيب هنا على المزارع على الفلاح الذي يضع البذرة في مكان غير مكانها فمن أراد إصلاح مصر بغير طريق الدين فقد ضل سعيه مش هينفع لا نجات لنا بأي طريقة أخرى إلا بالإسلام لا حل لنا لمشاكلنا إلا بالعودة إلى الإيمان وبغذاء الروح لا يمكن للإنسان أن يعصمه شيء من الوقوع في الخطأ إلا الإيمان بالله إلا الإيمان قادر إلا الإيمان بالجبار سبحانه وتعالى إلا الإيمان بالسميع البصير الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء الشهيد الذي يشاهد كل شيء سبحانه وتعالى لا قوانين لا سلطة يعني الأبناء في البيت عندهم سلطة أبوية الأب يعني سلطة على الأبناء الأم سلطة على الأبناء ولكن يستطيع أن يعني يستغفل والديه ويفعل ما يشاء وهذا نراه كل يوم بعيننا يبقى القضية ليست قضية قوانين إحنا شفنا في أمريكا لما حصل الاعتداء على مواطن أمريكي أسود المواطنين الآخرين حبوا يرجعوا حق المواطن عملوا إيه راحوا للمحلات والشركات الكبرى ونهبوا الأحذية والساعات والموبايلات ما علاقة ذلك بهذه الحادثة يبقى إذن الإنسان إذا وجد الفرصة للتمرد على القوانين لن يتأخر لحظة واحدة في يوم من الأيام في إحدى المدن الأمريكية الشهيرة انقطعت الكهرباء ما فيش كاميرات حتسجل اتسرق في الليلة دية مليارات الدولارات قالك حتى أن حراس البنوك نفسهم كانوا بيسرقوا وموظف البنوك ليه ما فيش حد بيسجل يبقى هو احترامه للقانون إذا غاب القانون أو كانت عنده القدرة على أن يتهرب من هذا القانون فسيفعل ما يشاء وده سبب جرائم الإنسان إنما لو كانت عنده السلطة الإيمانية في سلطة تحكمه في كل وقت وفي أي مكان ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت في أي مكان كنت إذا كنت تطير في الهواء فالله يراك إذا كنت تغوص في الماء فالله يراك إذا كنت تختبئ في باطن الأرض فالله يراك إذا كنت فوق الجبال فوق التلال في أي مكان فالله يراك فالإنسان الذي يتعامل بمنطلق الإيمان هو إنسان يعصم نفسه من الوقوع في الخطأ ولذلك في سورة المجادلة المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله وزوجها أوس قال لها أنت عليك ظهر أمي وده كان الطلاق في الجاهلية يعني لما كان واحد يحب يطلق زوجته لها أنت عليك ظهر أمي فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا خولة أنت طالق لم ينزل في شأنك شيء من القرآن وما أراك إلا طالقا وأعدت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ده أخذني صغيرة في السن وبعد ما أخلفت له أولاد وكبرتهم وربتهم وصحيت ضعفات ومش عارف إيه عاوز يتركني يا رسول الله إن لي منه أبناء لو تركتهم إليه يعني ضاعوا من اللي هيغسل لهم لبسهم من اللي هيأكلهم وشربهم ولو تركهم إلي جاعوا مين هيصرف عليهم ويطعمهم ويسقيهم والرسول يقول له يا خولة ما أراك إلا طالقا فالسيدة عيشة بتقول فقالت والله ما حمشي من المسجد إلا أن أدعو الله عز وجل لحل هذه المشكلة مسألة فتخيل القرآن يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ربنا سامع ويرى سبحانه وتعالى سميع بصير فالحوار الذي دار بين المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم سمعه الله والشكوى التي اشتكتها هذه المرأة ورفعتها إلى السماء وصلت إلى الله ولذلك في أول آية في الصفحة الثانية من سورة المجادلة يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك أذنى من ثلاثة نين ولا أكثر مليون إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان كانوا فالإنسان الذي يؤمن بالله ربا وأن هذا الإله الخالق سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويعني يطلع على كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء هل هذا الإنسان من الممكن أن يعصي له من الممكن أن يتجرأ بهذه الطريقة الفجة هذا التحرش الغبي كما يسمونه هذا الرجل هل يجرؤ على أن يفعل هذه الفعلة بزوجته هذه الزوجة تجرؤ على أن تفعل هذه الفعلة بزوجها هذه الإخوة والأخوات الأقارب هل يجرؤ أحد أن يذهب لساحر فيسحر إنسان هل يجرؤ أحد أن يأخذ حق إنسان ذلك من أسباب المشاكل الاجتماعية وأسباب مصائبنا الاجتماعية أعف الإيمان معنا الأستاذ أحمد من أسيوت تفضل أيها أريد أن أكلم الشيخ والنبي الشيخ معاك الشيخ سوا عليكم أيها أريد أن أعرف أحمد الشيخ وعليكم السلام أهلا بقى أنا أسيوت إذا أخذك عم الشيخ الحمد لله بخير والله الحمد لله الله يبارك لنا فيك الله يبارك عمرك ويحفظك والنبي عندي أنا في موضوع كده هو معي بالتغطة أنا أتوفي الله يرحمها وإحسن الله واخذ لبالك عم الشيخ تمام تفضل معك وبعدين زي ما نقول لك كده واحد صاحبنا شافن في الرؤية في الرؤية إن هي وقفة واجف جدام القبر إن هي بستعزب تمام هي بستعزب بتعزب فما هو فجلن الرؤية دي هي سنها قد إيه؟ أه جلن الرؤية دي هي سنها قد إيه؟ أستاذينك بس نواطي التلفزيون ونسمع من التلفون سنها كم سنة؟ أستاذينك بس سنة عندها أربعة أربعين سنة الله يرحمها وعسن إليها تمام أه وحالها في الدنيا كان عامل إيه؟ نعم أهل الميت يا عم الشيخ نعم أهل الميت بيتعزب القبر هو نعيم القبر وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وأقوال أهل العلم ولا خلافة فيه تمام ولكن يعني ندعو عز وجل لها أن يغفر لها ويرحمها وأن يعافيها ويعفو عنها لو كان عليها دين حنسد الدين لو عليها صوم نحاول نخرج أو نطعم أو يغفو عنها إذا كانت محسنة في حياتها فقد تكون أضغاث أحلام لا أكثر ولا أقل إذا كانت موسيئة أو مقصرة مع الله عز وجل فنحن نكثر من الدعاء والله عز وجل يعني يشفع فيها المؤمنين معنا الأستاذة منال من البحيرة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك ممكن بس حارك تسمعينا من الموبايل حاضر يا فندي حاضر 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 يا فندي حاضر يا فندي بيقول لك أنا كنت عايشة مع حماتي في الفلاحين يعني في عيشة مع بعض تمام فحماتي يعني كت يمدى بتعد الحاجة وبتبع عفها الأكل وعفها الشرب وعفها كده تمام فأنا يعني كنت فعاد أخد حاجة من وراها أكل من وراها وكت تسألني تقولي أنت خدت ده كنت أخد بجلز عجلي أو تجتمع وكده كنت أقول لها لا أنا مخدتش تمام بس أنا كنت بأخد يعني فيعني ربنا يعني عايز على صقم الدين كده في يعني أنا خطأت ولا مخطأتش ولا والله هو لا يجوز لها أن تفعل ذلك أبدا لا يجوز لها المفروض أنت زوجك بيوفر لك مكان بيوفر لك يعني الطعام والشراب ودي طبعا من المشاكل الاجتماعي المشهورة في الأرياف عموما فإذا كانت هي تمنع عنك طعام وشراب فكلي فكلي واشربي كما ما يكفيك يعني حتى لما زوجة أبو سفيان هند بنت عتبة قالت لرسول الله أن أبو سفيان رجل شحيح فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فأنتي خذي ما يكفيك وأبنائك بالمعروف ولا شيء عليك معنا التصال أمت الله تفضلي أستاذ أمت الله السلام عليكم وفضلت الشيخ وعليكم وسترحة الله ورحمة كنت مفضلك يا سيدي كنت شفت رؤية طيبة كده كنت مفضلك عايز أكلم معك فيها تحت أمرك تفضلي أنا بالأمس قريب كنت طديلة شيخ كان بيقول اللي بيحبي يشوف صيدنا صلاة عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة وسلم يصلي عليه في اليوم ألف مرة فأنا في هذا اليوم اكتهدت سبحان الله وصليت العشاء واكتهدت وقمت بالصلاة على الرسول الله ألف مرة على أمل أن انا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وسلم حديثتك أنا فعلا سبحان الله في اليوم ده وابتني اكتمت على طيبة في حاجة طيبة كده الحمد لله وأمل أن انا أشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انا شوفت حديثتك وأنا نوقف علي باب بيتنا أه وقف علي باب بيتنا كده تحت في الآخر دور الأول وشايفت الآخرين عليها أربعة كده سبحان الله و Pangil al-Kan وأصحاب أربعة أصحاب كده جايين بس ما شاء الله ووجههم جميل أول من الأول بس شوفت فسهم والدي الله يرحمه صلى الله عليه وسلم وهو في الوسط كده في السهم باقلت . باقلت.. idé رببي إذا منشرو الرسول عليه الصلاة والسلام باقل لعل Pac Carson أنا أناalid أنت عنه عشأن الرسول عليه الصلاة والسلام لقيت أن Tutaj feet have reached emergency شكل شكل والدي بس عدي .. بس آآنا في إدماغي أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إليسي كان أنا وقفة منتظرة أن هذا الرسول وعاكة فوقت بخيالي أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن هذا قالت لي هو أحمد الحاوم وأشعديska وأنتبه صلاه وضعم كفرين الواجبات اللي هو الله يرحمه ويصنفه كان بيوزعهم لفضاء بس أنا شفت حضرتك الرؤية دي سبحان الله أنا بشوف أحلام بتروح من جماغي سبحان الله الرؤية دي يعني سبتك جواي أوي أوي يعني هذه بشارة طيبة للبالد الكريم نسأل الله أن يتقبله في الصالحين ولكن أنت اجتهدي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مفتاح لكل خلق مغلاق لكل شر كما قال سيدنا أبي بن كعب يعني أنا وده مش الرسول على السفر السلام لا يتشكل النبي صلى الله عليه وسلم في أي سورة غير سورته صلى الله عليه وسلم يعني لا يظهر في سورة إنسان آخر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في سورتي فلو انت شفت سورة والدك فهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا فانت اجتهدي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يعني تغفر الذنوب وتؤسع الأرزاق وتشفى الأمراض حديث صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاة قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك وقعد سيدنا أبي يزيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما شئت وإن زدت فهو خير لك حتى قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها يعني طول ما أنا أعد أذكر فأصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن كفيت همك وغفر ذنبك يعني العلماء قالوا هذان الأمران جماع الخير في الدنيا والآخرة فلو كفاك الله همك فقد كفاك مصائب الدنيا كلها ولو غفر الله عز وجل لك ذنبك فقد كفاك مصائب الآخرة فالإنسان يسعد في دنياه وفي آخرته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ أمت الله من إنا السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ معي السؤال ومعي رؤي الله أبوه شفتها لي خليك عزكة كل هذه تفضل أول سؤال يا شيخ عزي عرف برأة القرآن بغير وضوء من المصحف تيجوز تمام جمهور العلماء على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة تمام فالأصل في ذلك أن يعني الإنسان يتوضأ ويعني يقرأ القرآن تمام ولكن لو من الموبايل ما فيش مشكلة خالص ليس فيها مشكلين اتفضل السؤال الثاني طيب فإحنا بنتكلم بقى عن جزئية من جزئيات الإيمان شيئة صغيرة جداً تخيل الإيمان بالملائكة في مجموعة من الملائكة يجب أن نؤمن بهم على التفصيل أتكلم النهاردة عن نوع واحد من هؤلاء الملائكة الذين يجب أن نؤمن بهم على التفصيل رقيب وعتيد ملكان يكتبان أعمال العبد تمام وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين معاناً أستاذة نادية السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم إزايك يا شيخ خير الحمد لله تفضلي والله أنا قبل ما تدقى شؤالي أنا أشكرك على الموضوع الشيط اللي أنت فتحت النهاردة هو أثر الإيمان في الإنسان يعني موضوع شاير بشراح الله يباركو عمرك رب تحتهم طيب في شؤال حدتك في بعض الناس بشوف بعض الناس يعني إيه عارشة ربنا كويس بتقبلش حاجة يعني أنا في واحدة بمشتري منها حاجات بتديني الربع جنيه أو لها لأ تديني الربع جنيه تديني البيانة ومع جانك السبت دايماً في ابتلاقات وبشوف ناس تانية حضرتك بتجلم وابتخذ حقوق مش غيرها وجرموا طغيان وجبروت على البشر وتقبل وببلي تعملوش مع الناس كويس وهو بس اليوم حلم حلم يعني كويس آه بصي يا أستاذ أنادي صلى عننا عايزي أعرف على الشيط والسلام الجزئية ديت على فكرة بسيطة جداً تمام الإمام إبراهيم بن أدهم مرة كان ثارياً فكان ما شف موكب راكب الحصان بتاعه والناس حوليه وبتاعه فمر على صانع أحزية غير مسلم فقال له يا إبراهيم قال له نعم قال أولستم تقولون بأن الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر قال نعم قال فمن مننا الآن في سجن ومن من في جنة أنت دلاته نعم ومرفه فقال له يا هذا لو تعلم ما أعده الله للمؤمن في الجنة لعلمت أنه رغم أنه في ساعة من الدنيا فهو في سجن ولو علمت ما أعده الله للكافر في النار لعلمت أنه في أي ضيق في الدنيا فهو في جنة تمام مسألة الرزق بنلاقي واحد مؤمن غني جدا ثري جدا وبنلاقي واحد مؤمن فقير جدا بنلاقي واحد مؤمن صحيح جدا واحد مؤمن مريض جدا وده إحنا حتى لو رجعنا بقى الموضوع رجعناه للإيمان كل ما شكلنا نرجعها للإيمان هنلاقي من الأنبياء الإيمان بالرسل بيعالج لنا الموضوع ده في رسول آمن معه ناس كتير وفي رسول ما آمنش معه ولا واحد في رسول كان ملك سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وفي رسول كان فقير معدم عندوش أموال تمام في رسول كان قوي البنيان سيدنا موسى عليه السلام وفي رسول كان نحيف صغير كسيدنا داود عليه السلام في رسول كان شديد الجمال كيوسف عليه السلام وفي رسول كان أسود البشرة كسيدنا موسى عليه السلام تمام رسول طويل العمر زي نوح عليه السلام أكثر من ألف سنة ورسول مات في الأربعين من عمره يحيى عليه السلام فالإيمان بالرسل يعالجنا هذه القضية القضية ليست قضية رزق المشكلة بقى هنا إيه؟ في رسول ابنه كان كافر رسول ابنه كان رسول أو نبي تمام؟ في رسول زوجته صالحة وفي رسول زوجته كافرة وفي ظالم زوجته صالحة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القمرين فهذه الجزئية جزئية محسومة المهم بقى الأنبياء والمرسلين اختلفوا في حياتهم ولكن الذي اتفقوا عليه في كل حياتهم الغني والفقير الكبير والصغير الأبيض والأسود الصحيح والمريض كلهم متفقين على طاعة الله عز وجل فالست دي يتعرفيها أن ربنا بيختبرها في تصرفها في ضيق وليس وهي معها المال معنا اتصال من الجزة أم محمد أيها حضرتكم محمد ماشي تمام يعني سبحان الله كل مشاكل الإنسان إذا يعني فهم عقيدته جيدا انتفت عنده المشكلة انتفى عنده السؤال انتفى عنده الهم انتفى عنده الغم وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله حديث يعني هبة الله هبة الله أشهزة هبة الله معنا ألو أيها وسأوا عليكم أيها مع حضرتك أنا هبة فضلي أشهزة هبة أحضرتك بس أنا عندي سؤالين بس أنا أسفة فضلي تحت عندي أول سؤال كنت عزفة أنا عن 24 سنة فكنت عزفة أنا عن عنايري حواجب فيه شيخ قال لي مش حرامت أنا الضفة يعني وكده تم النكياج قال لي يعني حاجات بسيطة يعني انت تجميلي نفسي حاجات بسيطة إننا محطش أبقى متبرجة تجميلي نفسك لمن يا أستاذ هبة يعني وانا خارج أقول له مثلا أحط النكياج مثلا حاجات بسيطة كده والله يا أستاذ هبة هقول له هدرتك على حاجة صلى عنه المسألة ديت أنا سمعت هذا القول من هذا الشيخ الذي قال ذلك تمام وقال ولا مانع أن تحط بعض رطر خفيف في اللي هو يديع ريحة العرق وهكذا وهذا تساهل في الدين وليس من الأمور المحببة في الإسلام تمام وقد تتعرضين بسبب ذلك للفتنة وتعتادين على هذا الأمر وبعدين الموضوع ده عامل زي سلمة كده نزلت تحت درجات كل ما هتقف على درجة كل ما هتلاقي نفسك عاوزة تنزيل اللي تحتيها تنزيل اللي تحتيها فالأخذ من شعر الحاجب اللي هو يعني إيه لو الحاجب عريض في شعر حواليه ده يجوز الأخذ منه ولكن لا يجوز الأخذ من أصل الحاجب أو تقيقه أما مسألة التزين فهي لا تجوز إلا للزوج الله أعلم سأستمع أهلا سلحتك الشيخنا فيه سوال كده كان محيارني شوية ربنا يهد بالك يا رب أهلا برسي وهو كان أنا كنت في جامعة الأذر وكنت بالد يعني تمام فرفض الواحد الشيخ كان قاعد في البيت لي ممكن أربعين سنة مطلعش من البيت رأيس بيض يعني تمام من الصالحين كنتش قادر أخش نتحان القرآن فقاللين تذين مرة ديش تخوش قلت لنا محطش يعني قرآن كله أو النص طب انت محطش أول سرط البقرة آية الكورسي محطش آخر خواتين سرط البقرة نجي بصلي بيه قلت روح حافظ على الحاجب دي طب مش حافظ براس بم الله ورسول كتوبة سرطي التين قلت لنا الحاجب دي بصلي بيه طب قررت خوش في الانتحان وربنا ينسحن وجي التاني يوم دخلت الانتحان كلام ده ممكن ديه خمس بسنين دخلت الانتحان وتلقيت الاربع خمس رسلة موجودين بنفس الحاجب اللي قالها الحاجب ديه راجل ديه معاشر من الجن أو هي كرامة من الصالحين أنا مش عارفه طب ويه هتفرق معاك في اي دلوقت يا أوسي السامة؟ آآ يعني غايل ده عشان برضو صلة ديه وضروف واجه عليك مشوير كثيرة داخل الجيش ما داخلتش الجيش هل ده يعني معاشر جن أو كرامة من الصالحين وضروف هو بيصال له كل حاجة ماشي ماشي هو بيصال له كل حاجة آآ هل ذهبت له في أمر آآ لا يعرفه أحد ودلك عليه؟ دلني على حاجات كثيرة بنسبل يعني مثلا الجيش قال الله هتنش تخش والورقة بتاعتك معمولة وحتاخد تأجيب وحصل؟ وحصل وقال لي شرب الشاي بتاعك هتروح تسيب المشهادة حاجات كثيرة جوازه وضرازه حاجات كثيرة والله يا بص يا أستاذ سامح صلى الله عليه هذه المسألة تحدث لكثير من الناس بيحصل له في مرحلة من مراحل حياته آآ زي نوع من أنواع المس أو حد بيعمل له عمل أو سحر أو كذا بيروح لمشايخ كتير يتعالج وفي الآخر بيحصل بين وبين الجن زي نوع من أنواع التصالح وبيبقى مخاوي الجن زي ما بيقوله يعني وهذه مسألة يعني مختلف فيها ولم أصل فيها إلى رأيه الآن حقيقة وهو حكم الاستعانة بالجن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يأتي الجن إليه ويستمعون إليه إذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن قل أحيئ إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا وهكذا فيعني المشكلة إن إحنا ممكن يعني إيه وحدة وحدة كده تسربوا إلى قلوبنا الشك والإشراك بالله سبحانه وتعالى تمام فيعني الرجاء يعني الانتباه لهذا الأمر يعني نسأل الله أن يكون لنا لقاء آخر في ثمرات الإيمان بالله وأسباب هذه الانتكاسات إن شاء الله كل حلولها في الإيمان بالله كانت إن شاء الله حلقة شيقة ونراكم على خير قريبا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته